موسيقى تعرف حبائي بالنسبة لليهود انك تلمس جثة فانت تعتبر نجس حتى اخر انهار فمية عملية شاقة من عملية الغسلات وعملية انه كيف تغيير الملابس وغسل الملابس وإلى اخري يعني عملية شاقة لكن في يوم من الايام كان يسوع بجانب قرية هاي القرية اسمها ناين وفي ارملة عندها شاب وحيد مات وطبعا داخلين خارجين من البلدة في موكب جنازي والامر محزن جدا لانه هذا الشاب هو مصدر رزق الوالدي يعني اذا هذا مات بكون صعب كتير على الوالدي مع انه في قوانين بحسب الشرائع اللي بتعلم الاهتمام بالارامل والفقراء والمحتاجين فعندما جاء يسوع احبائي لمس النعش وقال ايها الشاب لك اقول قم فقام الميت احبائي المسيح لم يتنجس بلمسه هذه الجثة خلي بالك النعش يعني كان بيكون مفتوح على زي خشبه كانت عادة الدفن وبكفنه في الكتان وبعض الحنوط يعني اللي هي البهارات مثل العطور المعينة اللي بترتش على الجسد فلمس الجسد وقال له لك اقول قم تحنن على الام وتحنن على الموقف لان يسوع المسيح عنده شفقة اشتركوا في القناة